جديد أهلا بحضراتكم كنت بكلم معاكم عن الوفد الرسمي اللي موجود حاليا في القاهرة للإعداد لزيارة الرئيس الصيني هذه الزيارة هي زيارة مرتقبة لأهمية الصين والأهمية التفاهمات الاقتصادية اللي تمت مع الصين والمشاركة الاقتصادية اللي بتتم مع الصين والتوسع فيها الكثير من الاستثمارات الصينية زيارة الرئيس الصيني مرة تانية بقول إن هي ما حصلتش من 12 سنة فاتت بينضمننا على الهاتف الدكتور فوجي من المحلل السياسي الصيني دكتور برحب بحضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأصدقاء المصريين أهلا وسهلا أنا فوجي من من بكين أنا قد عرفت من خبر أن رئيس جمهوريس الصيني السعابية سيكون بزيارة مصر قريبا فهذا خبر صار من سبيلين لأن قد لم يكن بزيارة الرئيس جمهوريس الصيني السعابية لمصر منذ عام 2004 تقريبا منذ عشر سنة فأعتقد هذه مرة قام بزيارة مصر رئيس جمهوريس مصر هذا يدل على أن العلاقات بين الصين ومصر علاقة وثيقة ودية وتاريخية يتعور إلى الأمام وإن هذه السنة هي لذكر السيبين السنة لإنشاء علاقات ديبلوماسية بين الصين وجمهوريس الصين ومصر العربية خلال هذه السنة كانت العلاقات بين الصين ومصر قد تطورت تدور كبير جدا وخاصة في الاقتصاد والصناعة والسياحة والتعليم والثقافة وإذن بنصف إلى هذه المرة أعتقد أن الصين تريد أن تستثمر في مصر الكثير جدا وخاصة في بناء العاصمة المصري الجديدة وتمعت أن هناك اتفاقية قد وقعت بين الصين ومصر لإنشاء العاصمة المصري الجديدة وكثير من الشركات الصينية تستثمر فيها وأيضا هناك بالنسبة إلى القناة السويس الالكتصالي الحرة هناك شركات الصينية قد يستثمر فيها كثيرا وأيضا وخاصة بعد حدثت طورة في مصر وقد انسهبت بعض الشركات العالمية ولكن ما زال هناك شركات الصينية قد ما زال موجودة في مصر وأيضا أنا قد درت مصر الأول مرة قبل 30 سنة وأيضا خلال هذه السنوات قد أقوم بزيارات مصر كثير من مرات لزيارة الثقافية وأيضا ثقافية وحضارية وتعليمية وخلال هذه السنوات قد أرى كثير من الصينيين قد قام بزيارات مصر ومنهم شركات ومنهم السياحة ومنهم المعلمين ومنهم الطلاب يعني العلاقات بين مصر والصين علاقات وثيقة جدا منذ تاريخ وخاصة الآن قد تنفذ الصين مبادرة الحزام والطريق يعني هذا يدول على أن الطريق الحرير الجديد أن مصر هي نقطة مهمة جدا في طريق الحرير على البحر الجديد من الصين إلى الأوروبا وإلى الإفريقية فكل الشعب الصين حكوما وشعبا هم يعرف أن مصر تقع في مكان مهم جدا موقع جغرافية وسياسية تربط بين الأفريقية وأوروبا وآسيا فهذه الموقع الجغرافية مهمة جدا فنحن نعرفها فكيف نعزز العلاقات بين الصين ومصر هذا يدول على أن تدخل إلى الإفريقية لأن مصر هي الباب مهم جدا لدخول الصين إلى الإفريقية وأيضا الممر مهم جدا لتمر الصين من آسيا إلى الأوروبية فعرف أن الرئيس السيسي قلقم بزيارة الصين لمرتين وأيضا يعني الرئيس السيسي قد يشمع الإسنارات كثيرة جدا لفتح القناة السويس الثاني هذا يدول على أن شجعتها وطموحها وقدرتها لإحتيادة مصر إن رئيس الشيجيبين يكون بمصر هذا يدول على أن لرئيس الصين هناك ثقة وثقة وطموحة أيضا لعزيز العلاقات بين الصين ومصر في المتقبل أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فوجي من المحلل السياسي الصيني شكرا جزيلا على كل التفاصيل شكرا جزيلا على كل التفاصيل